بيانات جديدة مصربة من داخل بنك كريديت سويسا سويسري كشفت عن وجود حسابات لم تكن معروفة من قبل تخص الرئيس السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية علي إبراهيم تبيبة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في تحقيق أجرته منظمة OCCRB لمكافحة الجريمة والفساد التحقيق كشف عن تورط شبكة من المسؤولين في عهد الرئيس السابق نعمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية للحكومة الليبية وتحويلها إلى الخارج وفي مقدمتهم علي إبراهيم عم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد إبراهيم كشف التقرير اختلاس شركة تنمية وتطوير المراكز الإدارية التي يملكها علي إبراهيم مبلغ 9 مليارات دينار الليبية من عقود حصلت عليها شركاته دون مناقصات عامة استخدمت بيبة خلال عقد من إدارته للشركة شبكة واسعة من الحسابات المصرفية والشركات الخارجية التي ساعده في إدارتها شريكه أحمد لملوم لتحويل الأموال إلى خارج البلاد فضلا عن منحه عطاءات لشركة يملكها أو يسيطر عليها سرا وتقديم مدفوعات مسبقة مقابل عقود لم تنفذ قط وتظهر البيانات المصرفية المصربة حديثا أن علي إبراهيم إدبيبة ونجله إبراهيم علي إدبيبة يملكان عدة حسابات في بنك كريديت سويس السويسري فضلا عن عقارات فاخرة في المملكة المتحدة تقدر قيمتها بنحو 36 مليون دولار وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية وعرج التقرير على ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد إدبيبة وقال أنه تورط في نزاع مع البرلمان الليبي حول مطالباته المتعلقة بالميزانية لبناء مشاريع جديدة للبنية التحتية بحسب المنظمة ومنذ عام 2006 كان عبد الحميد إدبيبة رئيس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة والذي كان جزءا من نظام المقاولات الفاسد في جهاز تنميته وتطوير المراكز الإدارية وجرى معاقبة علي وعبد الحميد إدبيبة بتهمة الفساد ووضعهم على لائحة العقوبات الوطنية بحسب التقرير ترجمة نانسي قنقر